عيد به تتضاعف الافراح ومناطه الاجسام والارواح اضحى الحجيج به سعيدا هانئا يزهو به الامساء والاصباح يستقبل الغفران فيه مكبرا وتفيض منه مشاعر وبطاح ضفروا بعفو الله واعتصموا به في كل ما هو طاعة وفلاح وكأنما هم في المناسك كلها ارج يطيب نسيمه الفواح بالحمد والشكران لله الذي هو للعباد الواهب المناح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا اللهم صلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم سادة المشاهدين الافاضل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله وبركاته واسعد الله ايامكم بالخير والسعادة والامن والامان على بلدان الاسلامية عامة وعلى بلدنا الحبيب العراق انه سميع مجيب ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم سبيل الرشاد الذي جاء تحت علوان العيد قراءة دينية بضيافة سماحة السيد رشيد الحسيني ضيفي الدائم سماحة سيد حياكم الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير وسلام يا رب حياكم الله سيدنا دام الله عزكم واسعد الله ايامكم ان شاء الله حياكم الله ونحن بجوار مولاي ابي عبدالله الحسين نتمنى من الله حجا مبرورا لجميع حجاج بيت الله الحرام انه سميع مجيب سيدنا فاضل بداية كيف تفهمون العيد يعني ماذا يعني لكم العيد بشكل عام تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين اللهم سبحانه محمد ومحمد وحيكم وحي جميع الاخوة والاخوات المشاهدين في الواقع مشكلة الناس ومشكلة العوام انه هناك ازمة في عهوم المفاهيم عندنا مشكلة المفاهيم المفاهيم بالنسبة للناس وبالنسبة للمسلمين بشكل خاص هناك تشويش واضح وفهم غير صحيح في كثير من المفاهيم الدينية نتيجة التربية ونتيجة التنشئ على مفاهيم معينة وتسير الناس والبشرية على مفهوم معين ويتصورون بعد فترة ان هذا هو المفهوم الصحيح مثلا في كثير من الاحيان يعتقدون ان مفهوم الحجاب البعض الان يقرأ مفهوم الحجاب انه تقييد للمرأة وتكبيل لحريتها والبعض تصور انه الرشوة والتزوير والغش هو ذكاء وشطارة هذه في الواقع كارثة في مجتمعات الإنسانية والإسلامية على انه المفاهيم تنقلب رأس على عقب واضح من المفاهيم التي وقعت فيها اشكالية هي مفهوم العيد العيد لما نقرأه بقراءة دينية وإسلامية يختلف بشكل كبير عما هو قراءة سطحية وعامة عند الناس الناس يعتقدون ان العيد هو لبس الجديد وتهنئة للآخرين وعند شريحة من الناس اخذ العيدية والمكافأة وعند شريحة اخرى العطلة عن العمل والجلوس عن العمل وعند مجموعة اخرى ايضا العيد حالة من الانفتاح والحرية المطلقة سيدنا عفوا تذكيرا لكلامكم بعض الناس او الاغلبية يعتقدون العيد عبارة عن عيدية عن منبس جديد هل لابد علينا ان نعطي نفس المفهوم ام لدينا مفهوم اخر ان نكون عليه ان شاء الله لا اشكال ولا ريب ان هذه المفاهيم التي عند الناس بعضها في الواقع مفهوم صحيح ولكن حسب تعبير الفقهاء فيه عموم خصوص انه يخصصون مفهوم العيد في اخذ العيدية او مفهوم العيد في لبس الجديد هذا فهم ضيق جدا للعيد من المفهوم العيد ليس هذا او البعض يتصور ان العيد لا العيد هي حالة من الحرية المطلقة اذا كان اكو شيء حرام فكل شيء مباح فاذا كان عيد الفطر او عيد الاضحى يعني يمكن لنا ان نلتقي مع بعض سواء كنا على نسبة من المحرمية او لا سواء كان هذا الامر طيب او غير طيب سواء كان هذا التعامل تعامل ديني او غير ديني نحن في سعة من امرنا حسب تعبير البعض نحن في حرية وسيدنا انه اليوم يوم العيد مو كل يوم يوم واحد بالسنة فخلينا احنا مرتاحين هذه المفاهيم في الواقع هي مفاهيم مغلوطة اسمحوا لي انا انقل لكم صورة مصغرة للعيد الذي في مفهومة ائمة اهل البيت في زمن المؤمون العباسي عندما استقدم الامام الرضا الى خراسان وفرض عليه ان يكون وليا للعهد الامام قبل بذلك عليه حال مرغما وعند العيد اه اراد المؤمون من الامام الرضا ان يقوم بصلاة العيد وتعرفون انه صلاة العيد عند الصلاة ماذا تعني افضل العطور والبخور والملابس الجديدة والفخامة في المظهر والمراكب الضخمة والفخمة فعندما ارسل الامام الرضا هذا الوفد على ان يستقدم الامام الرضا الى صلاة العيد وجد ان الامام الرضا صلى الله عليه خرج بهيئته المتواضعة بثوب نظيف طيب ولكن جدا عادي بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج حافيا غير منتعل فطلبوا منه ان يركب لم يرضى ذلك وخرج الى مكان الصلاة بهذه الاهيئة وهو مكبر ومهلل فوصل والناس وراءه يهللون ويكبرون وتعلوا الاصوات بالتكبير والتهليل والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى هذا الخبر لما وصل الى المأمون العباسي حاول بشكل او باخر ان يمنع هذه الصلاة لانها اصبحت صلاة غير مطلوبة باعتبار انها صارت تقريبا انتفاضة وحالة من دعوة الناس الى مفهوم جديد الذي يطلبه البيت رسول الله صلى الله عليه وآله ففي الواقع نجد ان مفهوم العيد عند الامام او عند الاسلام مفهوما لا اقول انه يخالف المفهوم عند الناس بشكل عام ولكن اقول يخالف المفهوم العيد عند الناس بشكل او باخر لا بد من التصحيح لا بد من التصحيح ونحن في الواقع في مثل هذه البرامج نريد ان نضع بعض النقاط على الحروف انه ايها الناس العيد الذي نطلبه منكم ويطلبه الاسلام منكم هو عيدا لا بد ان يكون بوجه اخر وبطريقة اخرى كيف هذا ما سنتعرض اليه ان شاء الله سيدنا الفاطق يعني يعتبر العيد نقطة جديدة في حياة الانسان في طاعة الله تبارك وتعالى بما يقوم فيه من اعمال مباركة وعظيمة بعض الناس قد يأخذ من العيد كما قلتم يعني يقول بامكاني ان اخرج عن المعتاد الذي اعيشه يوميا قد يستمع الى الاغاني مثلا استجير بالله قد يؤدي اعمالا غير مباحة شرعيا ماذا نقول لي مثل هكذا شخص في الواقع العيد اعتقده انه محطة شكر محطة شكر وحمد لله سبحانه وتعالى نحن لما نجد ان رمضان بكله يقضيه الانسان المؤمن بالصيام والصلاة والعبادة ويتحمل من صيام رمضان خصوصا في الفصول الحارة فانه في الواقع نجده نجد الله سبحانه وتعالى يضع يوما باسم ريد الفطر حتى يجعل محطة ليشكر الانسان المؤمن ربه لهذه النعمة التي اسداها لو نعرف ان ما للصائم من الجائزة وما للصائم من الثواب والدرجة عند الله سبحانه وتعالى سادة الكرام مشاهدين الاحبة في كل مكان عيدكم مبارك نعتذر لحضراتكم عن هذا الانقطاع بسبب خلل فني ونعود معكم في برنامج سبيل الرشاد وهذه الحلقة عن العيد التي جاءت تحت عنوان العيد قراءة دينية سمحت سيد مرة اخرى ارحب بكم عيد مبارك وكل عام انتم خير ان شاء الله حياكم الله بارك يعني تكلمنا قبل قليل ان العيد هو يوم شكر ماذا تحبون ان تضيفوا على هذا الموضوع في الواقع هذا الكلام على انه العيد ماذا يعني بالنسبة لنا كمسلمين وماذا يعني بالنسبة لنا كتعاليم ومفاهيم دينية في الواقع العيد هو يوم شكرا بالنسبة لله سبحانه وتعالى الانسان الصائم عندما ينتهي من رمضان بتحمله كل ما في رمضان من عبادة وصيام وتحمل الجوع والعطش عندما يصل هلال شوال فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم يوم عيد ويحرم على الناس الصيام وتعرفون من جانب الفقه ان هناك يومان فقط لا يجوز فيهما الصوم وهو يوم الفطر ويوم الاضحى باعتبارهما عيد بالنسبة للمسلمين فلذلك هو في الواقع يوم شكر لماذا تشكر الله قد واحد يسأل لماذا نشكر الله نشكره لأنه أنعم علينا بالتوفيق بالصحة والسلامة والعافية على أن نؤدي هذه المهمة بأحسن صورة ونحصل ما ادخر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من الأجر والثواب كذلك عيد الأضحى بالنسبة للحجاج عندما ينتهون من مناسك الحج وتعرفون الاخوة الذين ذهبوا إلى الحج يعرفون مدى صعوبة مناسك الحج وأعمال الحج بالنسبة للحجاج بتلك الظروف الصعبة والأعمال المعقدة في كثير منها والحساسة في بعض منها تجد الحجاج بعد أن ينتهوا من مناسكهم ويرموا الجمر الكبرى ويضحوا بالأضحية ويهدوا الهدي بعد ذلك يحلقوا رؤوسهم حلقا لا تقصيرا ذلك اليوم بالنسبة إليهم عيد وهو شكر لله سبحانه وتعالى وبالمناسبة لو نرجع إلى الروايات الشريفة في مستحبات صلاة العيد التي صليناها يوم أمس شكرا لله نعم فنجد أن هناك تهليلات وتكبيرات يستحبوا من فجر يوم العيد إلى ما بعد صلاة العيد أن يكررها الإنسان هذه التكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الذي هدانا وله الشكر على ما أولانا هذه في الواقع يكررها له الشكر على ما أولانا كيف ونحن نجد في صلاة العيد هذه القنوتات المتكررة اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة الذي جعلت هذا اليوم عيدا وهذا الشكر في الواقع لأنه يوم عيد واجعله لمحمد وآل محمد دخرا وشرفا وكرامة ومزيدا وهذا كلها في الواقع أنا أعتقدها هي محطة تشكر والحمد لله سبحانه على ذلك هذا الأمر الأول أنا أعتقده في مسألة العيد الأمر الثاني هو تجديد تجديد الولاء والانتماء لذلك نجده في مستحبات يوم العيد جاء نقرأ العيد قراءة دينية لا نقرأها قراءة علمانية أو قراءة عادية وإنما نقرأها قراءة دينية لذلك لما نجده في مستحبات يوم العيد أول مستحب هو الغصل الله بعد إذن صلاة العيد التي هي تعرفون كم هي في الواقع فيها نوع من الثنائق والتحميد والتصبيح لله سبحانه وتعالى بعد ذلك من أعمال يوم العيد زيارة الحسين صلى الله عليه وسلم كرمز زيارة الحسين كرمز وهو تجديد للبيع وتجديد للولاء لأئمة الهدى صلى الله عليه وسلم نعتقد إرجاع الناس إلى هذا الأمر وهذه من القضايا التي نجدها في كل مناسبة لذلك زيارة مخصوصة يوم عيد الفطر زيارة مخصوصة يوم عيد الأضحى لإمامنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين سلام الله على مولاي أبي عبد الله الحسين وهنيئا لزواره الكرام الذين قدموا يوم عرفة وقدموا يوم العيد وباتوا عند الإمام الحسين في يوم العيد وزاروه هنيئا لهم وإن شاء الله ما نسوا أخوانهم وأصدقائهم من الدعاء والزيارة سيدنا لو سمحتم تنبيه لي جميع مشاهدين الأحبة أنه هواتفنا مفتوحة أمامكم للاستقبال جميع مشاركاتكم بالتالي أسئلتكم في رحابي هذه الحلقة التي جاءت تحت عنوان العيد قراءة دينية عبر الأقام التي ستظهر أسفل الشاشة سيدنا يعني يوم العيد هو يوم التربية الروحية والتربوية يعني نلاحظ برحمة الله ببركاته العظيمة جعل قبل يوم العيد عيد الفطر ليلة مباركة هي خير من ألف شهر ليلة القدر وجعل أيضا قبل عيد الأضحى ليلة مباركة هي ليلة تعرفة كيف نستطيع يعني أن نقرأ هذا الموضوع ونشكر الله على هذه النعم العظيمة وهذا الذي في الواقع يعزز ما ذكرته الآن شوفوا لما يجعل الله سبحانه وتعالى حبوة وجائزة لبعض المؤمنين الذين يقومون بعض الممارسات لما أنت في الواقع تدخل في مسابقة ماراثونية أنصحت فيقول الأخي الكريم إذا أنت اشتركت في هذه المسابقة في النهاية لك جائز لك جائز لما تشترك في تلك المسابقة وتصل إلى تلك الجائزة تشكر القائمين عليها نشكركم على إتاحتكم لهذه الفرصة لنا نشكركم على أنكم جعلتم فرصة لنا على أن نبدي ما عندنا من قدرات هذا أمر طبيعي الآن أنتم جنابكم تدخلون المدرسة وتدرسون وآخر السنة الدراسية تقدمون ابتحانات وتحصلون على الشهاد رجال وتشكرون أولياء الأمور نشكركم على ما بدلتموه وعطيتونا هذا الفرصة على أن نترقى من الصف الكذا إلى الصف الكذا في الواقع العيد بالنسبة لنا هو شكر كما ذكرت شكر لله سبحانه وتعالى على هذه الفرصة المتاحة لنا أحسن أنا أسمحولي فقط ذكرني السيد على الله يحفظه فيما يرتبط بليلة القدر سيدنا ناخذ الاتصال من بعد حتى موضوعاتكم نأخذها إن شاء الله أبو محمد من بغداد حياك الله أبو محمد عيدكم مبارك وكل عام وأنت بخير تفضلوا عليك السلام أبو محمد يا مرحبا والعيد مبارك عليكم وإياك وإياك إن شاء الله حفظكم الله ورعاكم وتقبل الله عمالكم يا ربي أبو محمد تفضل حياتنا سيد جليل سيد رشيد سلام عليكم وليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته نعم على مقدم البرنامج بالسحية والسلام والعيد مبارك إن شاء الله وركت يا حبيبي وعيد مبارك عليك إن شاء الله أبو محمد تفضلوا بالحقيقة مولاي حبيب تطرح مناحظة إذا بالإنسان الاستماعي لها تفضل تفضل أبو محمد أبو محمد يعني ما أريد القطع الاتصال أبو محمد إن شاء الله تعاود الاتصال مرة ثانية وفي خدمتك إن شاء الله سيدنا فاضل موضوعاتكم في الواقع هذا النقدح في ذهني على أنه يشوفون أنه ليلة القدر ليلة القدر التي هي في الواقع لا تسع إلا سويعات يعني إذا أنتوا تحسبون حسابكم وقت المغرب ساعة خمسة مثلا هذا السنة ساعة خمسة وقت المغرب أو كذا وإلى الساعة الثالثة ليلا كلها عشر ساعات أو تسع ساعات الله سبحانه وتعالى يعتبر هذه السويعات البسيطة بمثابة قرن من الزمن قرن من الزمن ستقول سيدنا شنون قرن من الزمن هذا الشيء على الحسابات خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر لما تكسرون الألف على 12 باعتبار كل سنة 12 شهر رح تطع تقريبا 83 سنة وكسور 83 سنة وكسور هو ما يقول ليلة القدر كألف شهر قال خيرا هذا الخير ما نخلي عليه في 15 سنة أو 14 سنة قرن من الزمن يعني رب العالمين ما الذي يقول قرن أقول 83 سنة نفسها رب العالمين يجعل ليلة واحدة سوايعات محدودة يجعلها للإنسان التائب العابد القارئ للقرآن أو المصلي يجعلها بمثابة 80 سنة أو 83 سنة عبادة واقع هذا يعني واحد لما يفكر فيه شيء مذهل جدا وشيء كبير جدا أن تكون ليلة واحدة بتسع ساعات تساوي بعمر مديد لشيخ عمره 83 سنة أو أكثر وكل ما يعمل الإنسان في هذه الليلة خير من هذه الثلاثة وثمانين سنة أو يزيد ليلا ونهارا لو كان عابدا أو صائما أو مصليا هذه شنو هذه هذه حبوة لم يعطه الله سبحانه وتعالى لأحد إلا لأوليائه الذين يحيون ليلة القبر فهكذا فرص تعطى للعبيد لا بد لنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ورب العالمين يقول إن شكرتم لأزيدنكم وهذا أيضا عرفه عرفه وما أدراك ما عرفه واقع عرفه أنا كنت أراجع بعض الروايات في مسألة عرفه أن من دخل عرفه وصحراء عرفات في مكة من دخل إلى صحراء عرفات ووقف من زوال الشمس إلى غروبها كم ساعة رجاء من زوال الشمس إلى غروبها يحسبون معانا المشاهدين خمس ساعات ساعة 12 يأذن الظهر ساعة خمسة خمسة ونص تنتهي قلسة ساعة 6 تنتهت ست ساعات من وقف في عرفات من زوال الشمس إلى غروبها يوم التاسع من ذي الحجة ودع الله بالغفران والمغفرة والحاجة والصحة والعافية تقول الرواية لا يخرج من هذا الموقف إلا كمن ولدته أمه كمن ولدته أمه كأنما هذا الإنسان الذي دخل في عرفات في خلال هذه السويعات يخرج منها كأنه الآن مولود من والدته سنقوم لحديث سيدنا لو سمحتم نأخذ فد اتصالين من كربلاء أحمد من كربلاء حياك أحمد كل عام أنت بخير ويا ربي عيدكم مبارك تفضل عليكم السلام والرسم وأنتم بخير يا ربي إن شاء الله حياك يا أحمد تفضل وإياك وجميع مشاهديين جميع سامعين إن شاء الله أحمد أشكرك على كل حار عيد مبارك رغم ما احنا ذكرنا للمشاهديين الكرام أنه موضوع البرنامج في مجال الأخلاق في مجال المشاكل الاجتماعية وبإمكانكم أن تتصل على برنامج منار الأحكام ليجيبوك على هذا السؤال أنا أعتذر أقولك كل عامة بخير وإن شاء الله تحصل على إجابة بإذنه نأخذ اتصال حج محمد أيضا من كربلاء يبدو أن الاتصال أيضا القطع مع حج محمد سيدنا الفاضل أكمل وأنا أعتذر في الواقع لما نجد هذا الثواب وهذا الفضل لمن حضر عرفات في التاسع من ذي الحج أن الله سبحانه وتعالى يجعله كمن ولدته أمه بريء من كل ذنب ومن معصية كبرت ما كبرت إلا حقوق الناس طبعا هذا بحث آخر حقوق الناس يجب أن تعطى وتؤدى هذه الرواية التي تتكلم عن من حضر عرفات تتكلم عن من حضر الحسين صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر لزوار الحسين في يوم عرف قبل أن ينظر لحجاج بيته هذه ألا تحتاج إلى شكر ألا تحتاج إلى ثناء شكر عظيم من الله كذلك نجد أن العيد يأتي بعد هذه الفرصة الطيبة التي يتيحها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين حياك سيدنا حج محمد من كربلا حجينا السلام عليكم عيدكم مبارك حياكم الله كل عام أنتوا بخير إن شاء الله يا ربي بوركتا يا حبي إن شاء الله عيدنا مبارك على كل العراقين يا رب آمين يا رب العالمين عيدنا مبارك وإن شاء الله أعز علينا الجميع بالأمن والسلام والطمئن آمين يا رب العالمين حجينا طيب بوركتا تحيات السيد لكم أيضا إن شاء الله حجي محمد ماذا تحب أن تطرح من سؤال تفضلوا سؤال الأول هل الحج عرفة أم الزلفة هذا واحد والثاني هل يجوز هل يجوز الإحرام من العزيزية والثاني حج محمد حج محمد سمعتنا قبل قليل موضوعاتنا مو فقهية حج محمد المأخوذ عن سمحت السيد رشيد الحسيني موضوعاته فقهية أنا أتمنى من جميع أحبان المشاهدين الكرام أتمنى نحن ندخل في الأمور الأخلاقية كثيرة هي الأمور التي قد نتطرق لها كثيرة هي المشاكل الاجتماعية التي قد نعيشها أنا أعتذر من كل قلبي أعتذر لأحبان المشاهدين اللي قد يطرحون بعض المسائل الفقهية هناك برنامج آخر لا نستطيع أن نتجاوزهم على كل حال بإمكانكم أن تسألوا في المسائل الفقهية في برنامج منار الأحكام اللي يعرض على قناة وشاشة قناة كربلاء الفضائية أنا أعتذر حجي محمد ونعاود الحديث مع سمحة السيد رشيد الحسيني سيدنا العيد الحقيقي للإنسان هو أن يكون قريبا من مولاه وسيده ليس كذلك وعلى هذا يمكن للإنسان أن يجعل كل حياة أعياد بطاعة الله وقد قال أمير المؤمنين حديثه المباركة اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي الله أو يعصى الله فيه فهو عيد يعني ماذا يتوجب على الإنسان المؤمن أن يعمل في العيد برأيكم ما هي البرامج العبادية لكن قبل ما تجيبنا على السؤال نأخذ اتصال من الأخت هدى سلام عليكم أسعد الله أيامكم تفضل السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم سعيد وأنتم وجميع المسلمين في جميع بقاع العالم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير والله أعلم أشكر تفضل أختي يعني صالح اجتماعي تفضل يعني الناس الصالح في العيد يعني يعني زيت في العيد لدي أزوجي لهم غراضة وطالع لا إله إلا الله يعني يقولي أنا أريد الزواج وما يطلق أول مرة يقولوا لي إلا أقل يعني على يعني هاي طرحة العيد يعني تقل هاته والناس مثل من واحد يعني يريد الزواج اللي يطلق زوجتها الأولى يعني صال 8 سنوات يتزوجه يعني أشهد وياها يعني من شان ما عندي فلوس في الفترة أخيرة شوي يوم ونا صارت جين يعني جاء ورف يعني بعدي الناس ماكوا ليس الطمار هاته اللي أطلق أزوجتك يالله رخي الله يسطح لهم واضح 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 أختي الكريمة الله يصلح أموركم وأيضا ستتحصلون على أجابة من قبل سماحة السيد رشيد الحسين الله أعطيك صلى الله أبو محمد من مدينة أمير المؤمنين من النجف الأشرف حياك الله أبو محمد عيد مبارك تفضل حياك عليك السلام تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله واسعد الله يامك الله أعطي بكم لأن العالم الكامو مراجع الدين مناسبة خلو الأبن الآن في المبارك حياك أبو محمد يا مرحبا تفضلوا أمور بكم متحيات متناسف بلا التحية واصلة التحية واصلة إليكم إن شاء الله من خلال لقاعة حبينا نطرح على السيد بعض السلسارات يعني خلوه مناسبة العيد الخروض على المألوف عن المتعارف أخلاقيا بينيا سمحونا عن كل يوم عارفت عن السيدة ومولا الإمام الحسين وزرت مقام الإمام المهدي حقيقة شارت التصرفات مهول لأقلاب المدينة مهول لأقلاب المكان المخدس وصراح يعني لاعب عن حجودهم ووضع وكل التصرفات ونطلب من السيد وخلال برنامج قناة شير بلا أبو من فراس المباركات إن شاء الله عن عام الدراسي على الظواب وطريقة وطعم التصرفات الملادس بالنسبة للجامعات شكرا أبو محمد تحياتنا تحياتنا إليك أبو محمد من النجف الأشرف سيدنا يعني نكمل موضوعات التساؤل اللي طرحناه ماذا يتوجب على الإنسان المؤمن اليعمل في العيد يعني البرامج العبادية التي يقوم بها حتى يتحصل على رضا الله وهذا ما نجدو إليه جميعنا تفضل في الواقع المفهوم الذي نطرحه نحن الآن قد يستغرب منه الكثير كثير حتى الشريحة المتدينة أنه أنتم يا سادة يا علماء يا حوز علمية تريدون أن يكون الإنسان في يوم العيد إما في المسجد أو في الحسينية أو دور العبادة ويقضي عيده في هذه المحال وهذا قد يعني قد يطرأ في أذهان الناس هذا المفهوم في الواقع ليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك لما نقول أنه لابد لنا من أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد لا يعني أنه في يومنا أو في أيام بعيدة بشكل كامل لا أنت لما نقول أنه هناك صلاة عيد كم تأخذ من الوقت أو هناك زيارة للحسين كزيارة مخصوصة كم تأخذ من الوقت أو هناك غسل للعيد كم يأخذ من الوقت فلما نقول هذه المفاهيم أو هذه الأمور التي في الواقع تدعو إلى الروحانية أو إلى المعنويات قد البعض يستثقلها ويعتبرها كثيرة جدا ولكن لما نجد هذه الأمور يعني هذه القضايا التي نذكرها نجدها بالنسبة للـ 24 ساعة أو بالنسبة لليوم بشكل كامل الذي هو 12 ساعة أو 17 ساعة نعم نشوف هذه ليست إلا سويعات قليلة جدا أو بعضها دقائق البعض تكلمت معه في مسألة الصلاة قال سيدنا والله تعبنا من الصلاة صلوا صبح صلوا ظهر صلوا عصر صلوا والمغرب صلوا هو يكرر صلوا قلت له زين هاي صلوا صلوا كم دقيقة من وقتك كان الصبح قلت له كم دقيقة هي رقعتين وظهر كم دقيقة هي أربع ركعات فلو تجمعها كلها 17 دقيقة 17 دقيقة 17 دقيقة 17 دقيقة 24 ساعة تستكثرها على رب العالمين فنجد بعض الناس في الواقع هم يوجدون لأنفسهم في المفهوم يعتبرون أن هذا المفهوم هو الصحيح وإن كان هو غلط غلط مئ بالمئة ولكن يزيد الشيطان لهم هذا التصور ويبدأون يبتعدون عن المفاهيم الدينية والممارسات الدينية باعتبار هذه التصورات الخاطئة نحن عندما نقول أيها الناس تعالوا يوم العيد لنجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى نتوجه إلى المعنويات نعم نذهب إلى الأمور الأخرى إلى الترفيه ترفيه الطيب إلى المتنزهات إلى السفر المريح هذا لا إشكال فيه ولكن لا يعني كلما كان هناك ترفيه يعني هناك معصية اسمحوا لي الآن بعض الناس لما يصير العيد أكو إجازة أول ما يفكر في السفر وين يفكر هل يفكر أن يكون السفر في مكان فيه طاعة أو يفكر في مكان فيه أمور أخرى الآن تشوفون أنتوا كدول عربية وكشعوب عربية تجد أنه ليهلي الأيام العيد كأطلة موجودة سواء كانت أطلة الأعياد أو أطلة أخرى أول ما يفكر رب العائلة مع العائلة أنه وين أكو مرح وين أكو فرح وين أكو نوع من الشهوات والرقص وما إلى ذلك وأنا لا أريد في الواقع أتكلم عن السلبيات في مجتمعنا بقدر ما أريد يعني أذكر الناس إلى هذا الأمر الآن تجدون بعض الطائرات رحلات الأيام العيد إلى بعض الدول رحلات مضاعفة جداً نعم أكو رحلات بس شوفوا النسبة نسبة الرحلات تلك الدولة التي فيها مفاسد أخلاقية ولا دينية ومع الرحلات التي تذهب إلى مناطق التي فيها أيضاً فيها متنزهات فيها أريحية ولكن نفس الوقت فيها جانبة دينية تجدوا النسبة جداً ضئيلة سياحة المؤمن مطلوبة نزهة المؤمن مطلوبة أن الإنسان يريح نفسه هذا مطلوب لابد الإنسان أن يريح نفسه للقلوب إقبال وإدبار كما يقول الإمام عني أن القلوب تدبر وتقبل ولكن هذا الإقبال القلبي والإدبار القلبي لابد الإنسان أن يتعامل معه بشكل أو بآخر سيدنا إن شاء الله سنتكلم عن هذا الموضوع لن أخذ اتصال من أحمد من ديقار لو سمحتم أحمد سلام عليكم مرحباً بك وعيد مبارك يا رب السلام عليكم عليك السلام والرحمة والإكرام تحياتي لكم جميعاً بوركتا يا حبيبي وتحياتي والسعيد إن شاء الله على جميع العراقين الكرامات تيارب أمين ولك أيضاً إن شاء الله تحياتي لضيفك الكريم سمحت السيد رفيد حياكم الله جزاكم الله الخير على هذا الفرنامج بوركتا يا حبيبي سيد إذا يسمحني العشر المقدم الكريم تفضل تفضل يا عحمد جزاك الله الخير يعني رد منك توجيه يعني إلى الأخوة يعني أصحاد الخنادق والمطاعد يعني مثلاً ناس خفضة الإمام الحسين يعني الليلة واحدة كل سندة بمئة ألف تينا هو شخص واحد أو شخصين بمئة ألف وفتل بخمسين ألف طيب يعني ما هذا الغلاء هو استغلال لهذا الناس يعني هذا ما يجوش خرعاً يمكن نحتفظ أنا لسه بصياً لكن ما يجوش يعني المتاعدة مثلاً من أخوتنا هالكربلان ما شاء الله طيبين على رأسنا هم هم منطع الطيب يعني على رأسنا للأسف الشديد تتدخل بهم هذ الأمور المادية اللي الزون بين الليلة وضحاها بوركة أحمد إن شاء الله أطروحتك وضحك إن شاء الله لكن ما هذا الغلاء الفاحش يعني في المطاعم أو البناس يعني راحة السيد رشيد الحسين أم محمد من بابل أم محمد حياكم الله عيدكم مبارك يا ربي إن شاء الله تفضلوا مبارك وكل عام وأنت بألي بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله كل عام وأنتو بخير إن شاء الله تفضلوا محمد أنا مشكلتي والله عندي بنتي طالها سنة من الزوجة وهي يتيمة يعني يتيمة العرب وأني ربيتهم أثنين الأولاد أجياء ربيتهم متعبت عليهم وخرجتها أو زوجتها والآن يعني هي مشاكل ويا زوجتها والله شنو على موت التنظيف هي تأدي واجبها وتنظفها أدها طفل صغير تسهر ويا بالليل نعم فترجع تنام تنام لها ساعة ساعتين على نومة ابنها فهزة حاليا يعني هي جميتها آني عندي هذه العيد أو طفلها عندي وأعني من الزوجة لحد الآن آني أصرف عليها يعني الزوجة دائما يجتمع الأهلة وما يجتمع الزوجتها ولا ينصفوا إياها حياتش أم محمد يعني إحنا الزوج اللي ما يضطيها زوجتها شنو يعني شي سوون الأهل واضح واضح أم محمد صلحة الفكرة أم محمد شكرا لكم وإن شاء الله يصلح أموركم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين يعني سيدنا الوقت ضيسر يعاني ممكن معانا عشر دقائق على نهاية البرنامج أتمنى أن أستفيد في رحابي هذا العيد المبارك أستفيد الكثير من يعني معلوماتكم الطيبة هنا يعني في الأعياد الأربعة للمسلمين عيد الفتر عيد الأضحى عيد الغدير عيد الله الأكبر وبالتالي يوم الجمعة يعني من ضمن أعمالها المتكررة سمحت السيد دعاء الندبة هنا بودي أن أسأل ما هو يعني خصوصية هذا الدعاء وتواجده مع هذه المناسبات هل يعني كأنما أنه الإمام يحضر في كل مناسبة وبالتالي هو يعني يسلم على زواري مثلا المراقد المقدسة يعني ما هو السر في ذلك الموضوع جميل جدا في الواقع يعني هذا ما ذكرت في بداية الحديث على أنه نحن يوم العيد عندنا هناك وظائف من الوظيفة الأولى هي الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى والوظيفة الثانية هي تجديد العهد والبيع للإمام وقلنا الرمز الديني الذي هو في الواقع الإمام الحسين كزيارة ولكن هذا الذي تذكرون في زيارة في دعاء الندبة وهناك وارد في أنه يوم العيد سوى عيد الفطر أو عيد الأضحى والجمعة طبعا عيد ولكن ليس له أحكام العيدين أو يوم الغدير أيضا عيد ولكن قلت ليس له حكم العيدين باعتبارهما لهما خصوصية خاصة عيد الفطر وعيد الأضحى الندبة الإمام في الواقع هو استحضار وجود الإمام صلى الله عليه والارتباط به بشكل أو بآخر ومفاهيم دعاء الندبة إذا الإنسان يراجعها في الواقع مفاهيم كلها تدعو إلى أنه نحن معك ما تفكر فيه نفكر وما تريده نحن نريد وما يضيرك يضيرنا وما يفرحك يفرحنا لذلك تجد في دعاء الندبة حالة من الانتداب إلى الإمام صلى الله عليه وسلم وطلب ظهوره من الله سبحانه وتعالى هذا أيضا أنا أعتقد هو ربط الناس بالمحور الناس إذا تركوا المحور هم في ضياء أنصافا وإذا تركوا هذا الرقل وهو الولاية الإلهية هم في متاهة لذلك روحي في داع عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما أراد الغيبة الكبرى أن يذهب جعل هناك الفقهاء والمراجع الذين هم في الواقع أمناء أمناء على المذهب وعلى الدين فهم لولا المرجعية ومحور المرجعية أيضا الناس قد يكونوا في ضلال وفي متاهة وهذه هي ليست إلا امتداد امتداد للإمام الحجة صلى الله عليه والإمام الحجة امتداد لأئمة صلى الله عليه وإلى رسول الله صلى الله عليه وعليه رابط الناس بهؤلاء وبهذا الخط هو من الأهداف السامية للدين نسأل الله أن نكون مع أهل البيت مع الإمام صاحب الزمان ومن خدامي ومن أنصاره المخلصين ومن ينتهجون نهجه إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى سيدنا حتى ممكن معانا خمس دقائق إلى أقل يعني أربع دقائق على ديانة البرنامج نجيب على أسئلة يعني المشاهدين الكرام كانت يعني لخد هدى يبدو هناك مشكلة مع زوجها صلح في العيد تقول ليس هناك مثلا فرحة في العيد يعني يقولون فلان من الناس من يذهب إلى الخزبة منهم مثلا الزواج منها لا بد أن تطلق حتى تتزوج ماذا نعطي نصيحة إن شاء الله سريعة جليل سيدنا مولانا هناك مشكلة وأزمة في الثقافة الزوجية عندنا كمجتمع إسلامي أنه كيف نحن نتصرف مع الزوجة والزوجة ما هي حدود الشرعية بالنسبة لحقوقها بالمناسبة سيدنا أيضا أمو محمد بن بابل نفس الموضوع بتها أيضا متزوجة يتيمة فهذه أنا أبدأ أختصرها في كلام اللي راح نخصص إليها حلقات في أنه ما هي الأخلاقيات التي لا بد لنا من سلوكها في مسألة الزواج الأخة أمو محمد في مسألة تزويج بتها أكو مشكلة عويصة وهي أنه اختيار الزوج لبنتها لم يكن اختيارا موفقا لم يكن اختيارا موفقا ونحن نجد أن الروايات الشريفة تدعو إلى الإنسان في أنه أيها الناس فيما يرتبط بالخطبة واختيار الزوجة واختيار الزوج حاولوا أن تكونوا جدا حساسين ودقيقين السؤال عن الولد عن دينه عن عشيرته عن نططته عن أخلاقه هذه أمور لا بد من التحسس اتجاهه ولكن للأسف الشديد أجد في مجتمعنا حالة من التساهل يعني الناس يتساهلون في تزويج بناتهم أكثر مما لو أرادوا أن يشتروا قميصا أو يشتروا سلعة إلى البيت يعني لما نريد نشتري سلعة للبيت أدى أشتري ثلاجة أو أدى أشتري تلفزيون للبيت أبدأ أذهب يمكن 16 محل أسأل عن السلعة ونوعيتها وسعرها وكذا أتحسس في أن أشتري تلفزيون أو ثلاجة للبيت 16 محل أمر عليه وأسأل وأساوم ولكن فيما يرتبط بتزويج بنتي أو في تزويج ولدي المسألة جدا متساهل فيها والله ابن عمها إيجا سيدنا ابن عمها تدري ابن عمها الله عاقد لهم بالسمى خرافة في خرافة إلى خرافة ما لها أي ربط ولكن نجعلها كثقافة ونزوج بناتنا إلى أشخاص غير مؤهلين غير متدينين غير ملتزمين وهناك من المشاكل العويصة وأنا أعدكم أن نتكلم في هذا البرنامج عن كثير من القضايا التي تقع في حياتنا الزوجية في اختيار بناتنا في اختيار بناتنا في اختيار أزواج لبناتنا نحن لا نتكون حساسين ولا نتحسس في أن نلتزم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نحن لا إذا جاءكم من كانت فلوسه زائدة من كانت عشيرته كبيرة من كان له شهادة هذه مفاهيم غلط وهذه المشاكل اللي يطرحوها الناس أنه سيدنا زوجي هالشكل رح يزوج علي أو أنه بنتي مظلومة هذا كله يرجع إلى الاختيار السيد سنتطرق عبر حلقات إن شاء الله حول موضوعكم سيدنا نأخذ إن شاء الله كل سؤال خلنا نأخذ ثلاثين ثانية لو سمحتم نصيحة العيد يعني أبو محمد من النجف يعني شاف بعض الأمور الغير أخلاقية شاف في مناطق مختلفة حسنتم شوفوا حتى ليلة 15 شعبان نحن عندنا مشكلة في كربلاء ليلة ميلاد الإمام الحجة هناك حالة من التسييب حالة من التصفير والتصريق والرقص وما إلى ذلك اللي نبهنا المؤمنين أنه هذه لا يتتناسب مع زيارة الشعبانية ولا تتناسب مع زيارة الأبي عبد الله الحسين ولكن المشكلة سيدنا المشكلة أن الناس مع الجو العام الجو العام شلونه شوف الناس يتلونون بذلك الجو العام أخلق لك جو أخلق لك جو ديني جو حزين أو جو عرفاني الناس في الواقع لا يخرجون إلا نوادر أما إذا كان الجو أضواء وموسيقى والأسف هذه التواشيح الجديدة اللي خرجت بإسم الدين هي إلها حالة من الموسيقية وحالة من الدبكة والرقصة هذه هذه تتحرك الشباب إلى هذا النوع من والأجواء الاختلاط أجواء الاختلاط تساعد على ذلك فلذلك نحن نعتقد أنه إذا أردنا أن نصلح لا بد أن نصلح الجو نسأل الله نسأل الله أن نصلح أمور المؤمنين والمؤمنات بمنه وبركاته سيدنا اتهينا من لحظاتنا الجميلة في هذا العيد في هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم سيدنا صادر وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله الشكر موصول أكيد لجميع مشاهدين الكرام ختاما نقول اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وغفر لنا تلك الذنوب العظام فأنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام شكرا جزيلا لكم مشاهدين عيدكم مبارك وفي أمان الله وحفظه ورعايته